كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتح سور ارتباط بآيات اتات مسك الختام كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي وفاضت مثل غيث من غمامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله وبياكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مسك الختام نسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على ما يرضيه وأن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في هذه الحلقة نأتي إلى سورة سميت بمظهر من مظاهر يوم القيامة باختلال نظام هذا العالم المشهود سورة الانشقاق التي تدل على انشقاق السماء وأنها تتشقق بالغمام وتنفطر وتذهب قوتها وتكون واهية سورة الانشقاق افتتحها الله جل وعلا بشيء من أحوالي ما يكون يوم القيامة باختلال هذا النظام الدنيوي المشهود النظام الكوني باختلال نظام السماء بنظام الأرض إذا السماء شقت وإذا الأرض مدت يعني السماء تنشق والأرض تمد أي تبسط وتمد زيادة على ما هي عليه وهذا من التبديل الذي يجريه الله جل وعلا يوم تبدل الأرض والسماوات أي تغير على هيئتها تغير في هيئاتها وفي صفاتها وفي كيفياتها بأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وفي ختامها يعني في ختام هذه السورة ختمها الله بجزاء السعداء وبجزاء الأشقياء وفي ثنايا هذه السورة وفي معانيها تتبلور حول وصف يوم القيامة وما يكون من أحوال الناس من الحساب على أعمالهم والعجيب أن سورة الانشقاق جاءت مع سورتين أخرين إذا قرأت هذه السورة الثلاث كأنك ترى يوم القيامة رأي عين كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده سورة الانشقاق وسورة التكوير وسورة الانفطار جاء في مسند الإمام أحمد في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سره أن يرى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ هذه السورة الثلاث غير أن سورة الانشقاق زادت عن هاتين السورتين باستسلام السماء والأرض لأمر الله الكون والقدر وأذنت لربها وحقت أي أذنت أذعنت لأمر الله جل جلاله وحق لها أن تدعن لأمر الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات الأجرام العظيمة الهائلة في خلقتها تدعن لأمر الله وحق لها أن تدعن فكيف بهذا الإنسان الضعيف الذي خلقه الله جل وعلا لطاعته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو والله حقيق بالإذعان وبالإخبات لله سبحانه وتعالى وبالخشوع والخضوع لله سبحانه جلاله هذه السورة في الآيات الخمس الأول أقسم الله تعالى بالسماء في حال من أحوالها إذا السماء انشقت أي تصدعت وانفطرت ووهت وضعف تماسكها هذه رفع سمكها السماء والسماء بنيناها بأيد أي بقوة تضعف وتذهب قوتها يوم القيامة وتتشقق وفتحت السماء فكانت أبوابا إذا السماء شقت وأذنت أي استمعت لأمر الله واستجابت وخضعت لأمر الله وحق لها ذلك وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت أي بسطت وألقت ما فيها أي أخرجت ما فيها من الكنوز وما فيها من الأموات وما دفن فيها وألقت ما فيها وتخلت أي كل ما فيها قد خرج على ظاهرها ودكت دكة واحدة وبسطت بسطا زيد في حجمها وأذنت لربها وحقت وحق لها أن تأذن وأن تستجيب وتدعن لأمر الله جل وعلا بعد ذلك في عشر آيات من الآية السادسة إلى الخامسة عشر ذكر الله حال الإنسان وهذه الآيات والله حقيقة بالتأمل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي أيها الإنسان أنت عامل في هذه الدنيا عملا مضن متعب فيه شدة وفيه كدح وفيه جد واجتهاد وهذا هو معنى الكدح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك أي وأنت تعمل في هذه الدنيا وتشغلك أشغالها وهمومها وأعمالها أنت تعمل في وقت يقربك وتسير فيه إلى الله حتى تصادف يوما تنتقل من الدنيا إلى الآخرة فتلاق الله بعملك يعني تقدير هذه الآيات يا أيها الإنسان إنك كادح يعني عامل بجد وهذا العمل أنت تعمله في زمن هذا الزمن يسير بك إلى أن تلقى الله جل وعلا في وقت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت أي يوم القيامة تخرج وتفضي إلى الله وما منكم من أحد كما في الحديث إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان هذا يدل على أن الدنيا ليس فيها راحة وأنها عمل وتعب وكدح وأن الراحة في الجنة بإذن الله تعالى عندما تنسى الهموم وتنسى الأحزان وتقول الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور حينئذ ينقطع الهم يذهب الحزن النصب التعب ليس إلا النعيم الخالص واللذة الغامرة الماتعة التي لا يكدرها شيء يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه اجعلها منهج حياتك انتبه لها احرص على العمل الذي تلاقي به ربك ما العمل الذي تلاقي به ربك ويكلمك الله كفاحا بلا ترجمان يكلمك بلا واسطة ولذلك ينقسم حال الناس فأما من أوتي كتابه بيمينه وهي الكرامة اليمين يعني يقصد به الكرامة فسوف يحاسب حسابا يسيرا الحساب اليسير أن ترى أعمالك يقررك الله بأعمالك ثم يدخرك الله الجنة في حديث ابن عمر يدنى المؤمن حتى يضع الله عليه كنفة أي سترة ثم يعرض عليه أعماله عملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر فيقول الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته بيمينه الله أكبر وأما الكافر فيعطى كتاب سيئاته بشماله نسأل الله العافية فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أي يرجع إلى أهله في الجنة من القصور والخدم والحشم مسرورا فرحا مغتبطا بفلاحه ونجاته من النار وأما من أوتي كتابه وراء ظهره سبحان الله كأن يده تلف وراء ظهره تحقيرا وإهانة له وكأنه كتاب ليس حقيقا يطلع عليه لما فيه من الخزي نسأل الله العافية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي يدعو على نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا شأنه ماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا أي كان في أهله في الدنيا فرحا مختالا بطرا لا ليس في همه أن يسعى لما يرضي الله سبحانه وتعالى من العمل بل ذهبت حياته وانقضى عمر في الله والعبث أي كان في أهله مسرورا على وجه الله والعبث بالباطل الذي أنساه حظه من الله جل وعلا في الآخرة هذا هو حاله يعني يتمتع بالدنيا متاعا على وجه يوجب غضب الله عليه وإلا كون الإنسان مسرور في أهله هذا ليس بمذمة وليس بمحل عتب ولا حساب ولكن المقصود إنه كان في أهله مسرورا أي كان فرحا بطرا قد نسي حق الله عليه شغل نفسه بملهيات الدنيا ومغرياتها وما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أي ظن في نفسه أن لا يرجع يعني لن يرجع إلى الله والحور هو الرجوع إنه ظن أن لن يحور أي ظن في الدنيا أنه لن يصير إلى الله فيحاسبه بلى هذا رد عليه بلى سيصير إلى الله إن ربه كان به بصيرة أي ربه سبحانه عالم مطلع به وهذا فيه دلالة على أن الله أحصى عليه عمله والذي يحصي العمل سيجازيه ولذلك ربنا قال فلا أقسم بالشفق هذا مقطع آخر أقسم الله تعالى فيه بأحوال الليل على ركوب الإنسان طباقا ومراحل متعددة فلا أقسم بالشفق الذي يكون في أول الليل والليل وما وسق أي ما جمع والقمر إذا اتسق إذا اكتمل بدرا في السماء لتركبن طبقا عن طبق أي لتكونن أيها الناس في حال بعد حال وهكذا دواليك إلى أن تلقوا الله حال أن نطف الأرحام وحال الأجنة ثم الخروج إلى الدنيا ثم الترقي فيها من الطفل إلى الشاب إلى أن يكون شيخا أو يمدون ذلك ثم بعد ذلك في الحياة البرزخية ثم إلى الحياة الآخرة لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون ما الذي يصدهم عن الإيمان بالقرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يخضعون لله جل وعلا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون بما يجمعونه في صدورهم من نيات فبشرهم بعذاب أليم هذا هو مآلهم بخلاف مآل المتقين أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيهم أجر لا لانقطاع له بل له الدوام الذي لا نهاية له نسأل الله أن نكون من أصحاب اليمين وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات مسك الختام هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ عبد الرحمن ابن عبدالله الفريان الخيرية